السلام عليكم مشاهدي الكرام أتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم نقدم لكم صلاتة ملكية فواكي البحر ونحضر لكم كذلك السلسلة المرافقة أتمنى أن هذه هي لصفتنا لإعجابكم نجد تأخذ المقادر والطريقة وفرجة ممتعة إذا نبدأ على بركة الله أول حاجة نبدأ بها هي أهم حاجة وهي السلسلة المرافقة كأن نجدها هي الأولى بشي الله تبرد بين منصوب والسلاة سنحتاجه معلقة صغيرة الملحة ثلاثة المعلق الكبار النشاة أو ميزينة تمنيت المعلق الكبار الزيت نصيترو الماء عندي هنا البزار وشوية المعدنوس مقرد وأخيرا أربعة دروس تمام حكوكين نضيف الماء ونضيف الملحة والنشاة نحركهم ونضيف الماء على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يكون لدي خليط خاطر لا يكون قصح كثيرا كما ترى سنزوله من فوق العافية ونضيف خارج النار التومة والزيت ونطحنهم جيدا كما تلاحظوا يكون اللون أبيض بعد مطحنه ونضيف المعدنوس ونضيف المعدنوس ونحركهم جيدا ونضيفه برد في حرارة المطبخ أو في الثلاجة بعد ذلك يكون خاطر ونضيف المعدنوس ونضيف المعدنوس هذه السلسة بالتومة هي التي يقدمها في مطاعم السمك وهي مختلفة على التومة التي أحضرت لكم لأنها لا يوجدها لغورج ولا يوجد الحمودة ولكن إذا أردت تضيف عليها الحمودة فلا يوجد مشكلة لأنها تبقى فقط مسألة الضوء نضيف السلسة هنا يوجد روز الأبيض الطويل السيقالة حسب تعليمات العلبة حتى نشف ملماء ونشره إلى برد نضيف على عسرة الحامض المعدنوس ونضيف المعدنوس ونضيف الفلات حمرين مقردين ومشحرين في الزيت ونضيف الزيت والأخضر المقطع ونضيف ملحة كبير ونضيف ملحة والبزار بالنسبة للطن استعملت العلبة الجولي الكبيرة الزيت سنخلطها جيدا ونجعل هذا الروز أعلى جنب سنحتاج الأنانس تكون متوسطة أو صغيرة غير تكون طيبة هنا قليلة الماييس واحد الخيارات مقطع مربعة صغر وقليلة السوريمي مقطع مربعة نضيف المنشار ونضيف الأنانس من نصف نحاول استعمال سكين نحيد لها اللوب ونحافظها على شكلها في نفس الوقت هذا القطع من الجنب وهذا القلب يكون قاسح ثم نقطع مربعة صغر ونضيف ونضيف باقي المكونات الماييس والخيار السوريمي ونضيفهم جيدا ونضيف مع بعضه كما ترون ونضيف لهم شيء نجعلهم طبيعيين ونعمر بهم قطع الأنانس ونضيفهم على جنب نضيف البطاطم شرملة هنا بطاطم بخرة ونضيف البصلة ونضيف العصير الحامض المعدنوس والتماغبرة نضيف البصلة ونضيف على عصير الحامض أو الخل والملحة ونفرقها جيدا لأنها تقريبا مخلالة نضيفها على البطاطم ونضيف كذلك الملحة المعدنوس والتماغبرة زيتون أو زيت المائدة والبصار ونخلطها جيدا ونجعلها على جنب بالنسبة للفوكيل البحر سنستعمل فقط ربعة الكروفيت وربعة الكلامر هنا ربعة الكروفيت لحجمه كبير بالنسبة للتوابل سنستعمله معه هنا الزعتر نص حمضة وجوش دروس الثومة مهروسين وشوية البزار في مقلة أو نارمت وسطة نضيف زيت كأن نأخذ درس الثومة ونوزع بها زيت على المقلة سنستفيد بالكروفيت ونضيف عليه الحمض ونضيف عليه التوابل وشوية الملحة نحسبيه طبن جيدا من الجهة الأولى نقلبه الجهة الثانية سوف يضبط طيبته جيدا من الجهة سوف نحتفظ به على جنب بالنسبة للكلامر سنطيبه بنفس الطريقة غير هو نضيفه غير التومة والمدنس هنا ربعة الكلمار بقطع دوائر نضيفه في المقلق كيف مادرة الكروفيت نضيفه في الزيت ونوزعه بالتومة من بعد ما تسخن الزيت سنضيف كطع الكلامر ونضيف عليه المعدنوس والملحة ونقليه جيدا حتى يولي ذهبه ونضيفه 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 لنزوله من فوق العافية ونحتفظ به على الجلب ونضيفه سوف نصابه الرولي تورتيلا بالطون اللي سنزينه باش لعدة نحتاجه الخبز تورتيلا هريسة طون شوية السلسة اللي صوبنا في الأول أو الفرمج بالأعشاب وأخيرا الخص كناخده خبز تورتيلا وكندهنه بالهريسة ثم بالسلسة بالنسبة اللي بغا تصوب خبز تورتيلا فتار فنخليه على الرابط أسفل الفيديو بعد مدهن الخبز سنرفق منه الخصم قطع ثم قطع الطون ثم سنزيره وينلويه على شكل رولي ونشتو بعود الأسنان لكي يسهل علي نقطعه نقطعه بالمسدين المنشر قطع صغيرة وفي الأخير سنزينه بالسيبولت طب وصلنا لمرحلة النهائية وهي المونتج عندي هنا صينية كبيرة في الرشتاب الخص وكننا أخذ إناء دائري كبير كندير فيها الروز اللي حترت في الأول وكنقلبه لقصد ثم قطع الأننس المعمرين في الجنب ثم قطع البرتقال قطعته من نصف دائرة سنزيره على الطول لكي نفرق ما بالحوت وما بالخطرة وبطبيعة الحل اللي حطيناها في هذا النصف دائل الصينية نضعه نفس الشيء في الجهة المقابلة في الوسط سنزير بتاطا مشرملة ووحدها سنقوم بخيزة محكوك اللي غير حكيته على الطول ونضف كهتشي حاجة ثم محدة خيزة سنقوم بخيزة اللوب يمشر ملة وفي الآخر سنقوم بخيط على فوكا اللي تهنتم بالحامض ده بس اللينا من الخضرة هدي نتاقلوا الكرويفيت كندروا في عود الأسنان وكنزين به الرز كلسقوا واحدة واحدة حتى نجيب الطعرة كنزين به كدلك فوق الأناناس ودك شليشات كنزين به الخضرة لدي هنا بيد السمان رشيته بالمعدن وصدرته في عود الأسنان ونضر به دائرة فوق من الروس سنستفيدك شلي تبقى من الكرويفيت ونضع حلقة الكلامار في الوسط كنزين به كنزين به كنزين به كنزين به تقريباً سيأخذكم 50 جرام شرائح السوريمي لكي تستعملهم في الحشوة مع الأناناس سنزيل الوسط بعبيدات سترتفهم الطماتسوريز فوق منها كويرات المزارلة وقطع من فرمج بالبيستو بالنسبة للفرمج بالبيستو الذي يكون لونه أخضر فكيزين به السلطات هو كويرة المزارلة يتبعه في المراكز التجاري الكبرى في الأماكن التي عبره في الفرمج تبقى اليده باللمسة الأخيرة اللي هو الرولي بالطون سنضعه في نفس الأماكن متقابلة أخيراً السلطات تبقى لنا فقط نضع السلصة المرافقة اللي وجدنا في الأول وهكذا نكون وصنا نهاية الفيديو كنتمنى أن هذه الأصفات تكون نالت إعجابكم وتكون في المستوى وكنتمنى أنكم تجربوها ولي عندك سؤال تخليه لي في كومنتر إن شاء الله نجاوبها علي وبصحة ورحة ترجمة نانسي قنقر